بسم الله الرحمن الرحيم أبناء الطلبة نواصل معكم الحديث في دروس علم البيان ونقف اليوم عند التشبيه البليغ والتشبيه الضمني وأغراض التشبيه التشبيه البليغ هو ما ذكر فيه الطرفان فقط وحذف منه وجه الشبه وأداة التشبيه وسمي بليغا لأن المشبه يبلغ مستوى المشبه به حيث أن هذا الحذف أي حذف الأداة ووجه الشبه يوهم اتحادهما أي اتحاد المشبه والمشبه به ويؤدي إلى المبالغة في قوة التشبيه كون وجود الأداة يضعف التشبيه ووجود وجه الشبه يحصره في صفة واحدة ومن ذلك قول الشاعر طلعنا بدورا وانتقبنا أهلة ومسنا غصونا والتفتنا جآذرا ففي هذا البيت أربعة تشبيهات بليغة فقد شبه الفتيات التي يتغزل بهن بالبدور في حال كشف وجوههن وبالأهلة في حال انتقابهن وكما تلاحظون أن يعني وجه الفتاة يشبه الهلال في حال الانتقاب نظرا لظهور جزء بسيط منه وشبه حركتهن بالغصون والتفاتتهن بالجآذر والجآذر هي صغار الغزلان التشبيه الضمني هو التشبيه الذي لم يصرح فيه بأركان التشبيه على الطريقة المعلومة أي لا نستطيع أن نحصل في التشبيه الضمني على عناصر التشبيه بشكل صريح ولكن تفهم هذه العناصر أو يفهم هذا التشبيه من معنى الكلام وسياقه كقول الشاعر على فما يستقر المال في يده وكيف تمسك ماءا قنة الجبل التشبيه هنا في الشطر الثاني وكيف تمسك ماءا قنة الجبل وقنة الجبل يعني قمة الجبل فهنا يشبه الرجل الكريم بالجبل بقمة الجبل وعدم استقرار المال في يد الرجل الكريم بعدم استقرار الماء في قمة الجبل فهنا الصورة التشبيهية تفهم من سياق الكلام تفهم أنه كما أن قمة الجبل لا تحتفظ بالماء فكذلك يد الكريم لا تحتفظ بالمال وكأنه هنا قد علل يعني قد علل كثرة إنفاق الكريم للمال وعدم استقراره بيده بعدم استقرار الماء في قمة الجبل ومن ذلك أيضا قول المتنبي يمدح سيف الدولة فإن تفوق الأنام وأنت منهم فإن المسكة بعض دم الغزال أي لا تستغرب أن تتفوق أنت على الأنام وأنت من جنسهم فإن المسكة يستخرج من دم الغزال ومع ذلك فهو يختلف عنه ويتميز عنه أغراض التشبيه الغرض من التشبيه الذي هو الإضاحة مع الإجاز والاختصار هذا الذي أوضحناه سابقا يعود في الأغلب إلى المشبه لا إلى المشبه به يعود في الأغلب إلى المشبه لوجوه منها أولا بيان إمكانه إذا كان أمرا غريبا لا يمكن تصوره إلا بالمثال كقول البحتري دنوت تواضعا وعلوت مجدا فشأنك الانحدار والارتفاع كذاك الشمس تبعد أن تسامى ويدن الضوء منها والشعاع فهنا يعلل دنو ممدوحه وهو الانحدار بالتواضع وعلوه وهو الارتفاع بالمجد ويريد أن يقول أن ذلك ممكن الحدوث تماما كما يحدث للشمس أن تبعد أن تسامى ويدن الضوء منها والشعاع فمادام هذه المسألة موجودة في الطبيعة فهذا بيان إمكانه أي إمكانية وجوده إمكانية وجوده الغرض الثاني بيان حاله وهذا الغرض الثاني هو من ضمن ما انتقيناه من الأغراض والأغراض كثيرة لكننا انتقينا هذه التي ندرسها اليوم وهي الحالات التي أمامنا اكتفاء بها عن غيرها نظرا لضيق الوقت أمامنا بيان حاله ومنه قول الشاعر كأنك شمس والملوك كواكب إذا طلعت لم يبدو منهن كوكب أيضا هنا يشبه ممدوحه بالشمس وهو ملك ويشبه بقية الملوك بالكواكب فإذا طلعت الشمس بضوئها غاب أو تضاءل أو انعدم بقية الكواكب وهذا شأن ممدوحه أو حال ممدوحه بالنسبة إلى حال بقية الملوك أو إلى حال بقية الملوك الغرض الثالث بيان مقدار حاله ومنه قوله كأن مشيتها من بيت جارتها مر السحابة لا ريث ولا عجل هنا يصف مستوى أو مقدار مشيتها هذه الفتاة التي يتحدث عنها وخروجها من بيت جارتها إلى بيتها أو من بيتها إلى بيت جارتها يقول ليس يعني هذا المشي ليس بالعجل وليس بالريث ليس سريعا وليس بطيئا ولكنه في منزلة بين هاتين المنزلتين أو في حالة وسط وهي يعني مر السحابة أي في حالة وسط وهذا بيان المقدار الغرض الرابع تقرير حاله كقول الشاعر والتقرير هنا التأكيد كقول الشاعر من يهن يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت إيلام هنا الحديث عن ميت الإحساس الأحاسيس والمشاعر وليس ميت الجسد بالنسبة للشطر الأول هنا يقول الشاعر من يهن يسهل الهوان عليه أي من يصبر ويتقبل الإهانة سيتقبلها يعني متكررة مرارا كثيرة وبهذا التكرار ينعدم إحساسه بمقدار هذه الإهانة تماما كما ينعدم إحساس ميت الجسد بأي جرح الغرض الخامس تزيين المشبه وتحسينه كقول الشاعر فانظر إليه كزورق من فضة قد أثقلته حمولة من عنبري هذا الشاعر فرح بهلال شوال وبانقضاء شهر رمضان فيصف هذا الهلال وهو كما تعلمون هلال يعني صغير في بدايته صغير ومنحني إلى الأسفل فشبهه بزورق مثقل بحمولة من العنبر والجامع بين الهلال والزورق هو أولا اللون الأبيض وقد قال كزورق من فضة الجامع بين الهلال والفضة هو اللون وبين الزورق والهلال هو الشكل المنحني ثم بعد ذلك جمع بين العنبر والظلام بجامع اللون أيضا لأن العنبر لونه أسود الغرض السادس هو عكس الخامس وهو تشويه وتقبيحه كقول الشاعر كلف في شحوب وجهك يحكي نكة فوق وجنة برصاء فهنا يشبه الكلف يشبه الكلف في وجه ذلك الشخص بالنقط السوداء في وجنة برصاء وهذا يعني قمة التقبيح لشكل ذلك المشبه نكتفي بهذا القدر ونستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر